مثلاً المديون المديون يقول إيه عندنا حديث مهم أن مكاتباً مكاتب يعني عمل عقد على نفس أننا هدفع ألف إبناء وألف ريال وتفك رقبتي واحد مكاتب كتب مع سيدة أنه هيدفع عزم مملو وبعدين لم يقدر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني أنا مش عارف أدفع فقال ألا أعلمك كلمات تعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الراوي هو سيدنا علي سيدنا علي بيقول له أنا أعلمك كلمات لكشف الكرب لو كان عليك مثل جبل أحديناً إلا أداه الله عنك يقول له أعلمك أحسن ما أديك فلوس أعلمك دعاة أحسن ما أديك فلوس أعلمك دعاة اللهم أكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك فلما قالها الرجل أذهب الله عنه ما كان يجب أعلمك دعاة أعلمك دعاة